السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعتذر على تأخير في تنزيل الفيديوهات كما تلاحظون نحن الآن في الاستوديو الخاص في قناة عالم الصيانة التقنية كما تلاحظون هنا ملفات وكتالوجيات خاصة بالشركات هذه الأيام معروفة لعمل لعمل خفيفة وقليلة بسبب الشتاء طبعا نحن الآن نجهز لكم فيديوهات تعليمية وكما تلاحظون الآن تم تجهيز الوحدة الداخلية فقط كأنها هذه عبارة عن ثلاغة مركزية مصغرة سوف يتم تركيب جميع مكوناتها الرئيسية في هذا المكان مع أدوات التحكم وطولون التحكم وجميع الإكسسوارات الخاصة أو ملحقات التبريد كما في هذه الصورة طبعا هنا مكونات غرف التبريد بشكل كامل الكهربائية كما تلاحظون هنا وهنا الميكانيكية سوف يتم شرح هذه القطع بالتفاصيل مكوناتها طريقة ربطها كذلك طريقة الصيانة صيانة كل جهاز على حدة ويتم شرحها كيف يتم الاختيار هذه الملحقات والأنابيب والأكواع والمثلثات الخاصة فيها كذلك هنا الكهربائيات من كيبلات وأسلاك ونقاط توصيل وخواص وجرندات هنا تم التجهيز هذه الغرفة المتواضعة كستوديو لكم أنتم مشاهدين قناة عالم الصيانة المطلوب منكم فقط مشاركة الفيديوهات والدعم و حتى نستمر وكذلك نشر الفيديوهات علشان تصل إلى أكثر من الفنيين وإن شاء الله ربنا يوفقنا لكن هناك مفاجأة لكم كبيرة لن أتكلم عنها الآن وهي خارج الغرفة هذه سيكون هناك موضوع يهم كل فني مبدع وكل فني يعشق علم التكييف والتبريد هناك مفاجأة بس هذه المفاجأة بتكون على شروط الشروط أن نحن نريد أن نصل في 2022 اجتي هذا التاريخ يكون معكم 22 1 2022 عدد المشتركين نريد أن يكونوا 22 ألف مشترك نحن الآن بما يقارب السبعة عشر للألف قليل جدا يعني لو كل واحد معجب أو محب أو من المشتركين المتفاعلين معنا في القناة لو كل واحد جاب خمسة مشتركين سنصل إلى هذا الرقام بأقل من الوقت طبعا هناك يكون في شهر ونصف حتى نصل إلى هذا التاريخ وفقنا الله وإياكم إلى كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر